ماذا عن اساءتنا للبشر هذا يسمى ديوان ديوان يعني وزارة ولا ملف فتقع في ديوان ظلم العباد الذي يستوفيه الله سبحانه وتعالى كاملا يقول الامام بن القيم يسميها الدواوين يقول ان هذا الديوان ديوان ظلم البشر لا يمحى لا يمحى الا بالخروج لاصحاب الحقوق لاستحلالهم منها ويعني هذا رد الحقوق وطلب العفو ممن ظلمت فاذا تخيلوا لو ان منادي نادى ان كل من على الارض سيفنى خلال يوم واحد كم حجم الاعتذارات التي ستأتي في شبكات التواصل وطلب العفو من الناس الذين تعرضوا للظلم والانتهاك الحقوق وحده تكلمت عليها انسان نشرت عنا اشاعة موظف لم تعطيها حقه عامل يعني احتقرت الى كم كم الاعتذارات التي ستأتي طيب ماذا تنتظر اعتذر الان ما تدري يمكن الدنيا بالنسبة لك تنتهي غدا اعتذر فلن يقلل الاعتذار من قيمتك اعتذري فلن يخدش الاعتذار من كرامتك الاعتذار للبشر له خطوات مشابهة لخطوات التوبة اعتذار للبشر اذا عرفنا شروط التوبة نعرف كيف نعتذر للبشر فالاعتذار للبشر لا يقتصر على كلمة انا اسف نعم هذه مهمة يجب الاعتذار باللسان لكن ينبغي اولا ان تفكر ان تفكري فيما سببناه من الم ماذا فعلت افعالنا من الام لهذا الشخص المقابل تخيل تخيل نفسك مكانه تخيل نفسك مكانها هذا سيجعلك تشعري بالذنب والندم اذا من شروط التوبة شعور بالندم ومن شروط الاعتذار شعور حقيقي بالندم هذا الشعور سيجعل ربي اغفر لي في التوبة وهنا انا اسف كلمة صادقة كما يعني الاعتذار انك وانك لن تصر على السلوك الذي يؤلم الاخرين مثل التوبة لازم الواحد لما يتوب يكون ناوي حتى لو عاد بعدين بس على لقل ناوي بجد انه لن يعود لهذا الذنب و كذلك في الاعتذار الحقيقي و كذلك في الاعتذار الحقيقي ان فعلا انت و انت ناوي ان لا تصروا على السلوك الذي يؤلم الاخرين و ناوي انكم لن تعودوا اليه و سيعني ذلك انكم ستحاولوا اصلاح ما افسدتوه ان امكن حاولوا ان تحصلوا على عفو من اخطأتم في حقه و ترجو منه ان يعفو عنك و ترجين منه و منها ان يحللك من هذا الخطأ اذا كما علينا ان نعيد الحقوق للناس فاعادة الحقوق للناس شيء و الاعتذار شيء اخر اعادة الحقوق امر مادي و هو ضروري و الاعتذار امر ادبي و هو كذلك لا يكتمل الاعتذار الا به بالمناسبة علينا عليك عليك ان تفهمي ان اعتذارك لشخص او عفوك عن شخص لا يعني بالضرورة ان العلاقة لازم ترجع كما كانت لسابق عهدها بعض الناس على فكرة يتردد في العفو يقول انا لا اريد التعامل مع هذا الشخص مره اخرى و يظنون ان العفو يحتم عليهم عودة الامور كما كانت من قال الكلام هذا غير صحيح العفو لا يقيدكم و لا يعيدكم الى علاقات لا تريدوها و لا يجبركم على علاقات قد تكون ضارة العفو ببساطة يعني انك تسمح للشخص الاخر ان يسامح نفسك هذا معنى العفو انا ساسمح لك ان تسامح نفسك و ان ان تنضي بحياتك بدون الشعور بهذا الذنب و يعني ان انا ايضا اريح نفسي من عب تذكر ما فعله هذا الشخص بي مرات و مرات خلاص عفوت انا انتهت لكن هذا لا يعني اني انا لازم اعيد العلاقات كما كانت سواء علاقات زوجية و لا خطوبة و لا علاقات اجتماعية من اي نوع ليس العفو لا يعني عودة العلاقات ممكن تظل مقطوع لكن نعفو خلاص نغفر الله له و انا ارتاح و خلي هو يرتاح اسمعوا ها سامح لاخرين ليس بالضرورة لانهم يستحقون العفو لكن لانك انت لانك انت تستحقون السلام لما تعفو تشعروا بالسلام الداخلي و ليس بالضرورة ان تعيدوا العلاقات يقول الله سبحانه و تعالى وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم